صيانة المشاريع. تعال نشو دلوقتي تنفيذ واداء اجراءات الصيانة الوقائية. طبعا احنا هتكلم دلوقتي على خطة الصيانة. ازاي انا بأدي عملية او الصيانة الوقائية اه سواء اه بانواح التلاتة المختلفة اللي احنا كلمنا عليها المرة اللي فاتت. اه طبعا لما بتكلم على خطة الصيانة الوقائية يعتبر ان هي جميع الخطوات اللادمة او اللازم اتخاذها لوضع نظام متكامل للصيانة الوقائية للمصنع. او لبيئة العمل او للورشة على حسب مكانك او على حسب انت هتؤدي الصيانة الوقائية في اي مكان. طبعا اه الخطة ديت بتختلف في المصنع الاخر. طبعا اه خطة الصيانة وقائية المصنع المطلوب تختلف من خطة الصيانة اه اا اقصد اه خطة الصيانة واقائية المصنع مسواليا قطوب. غير الخطة الصيانة seventeen خطة الصيانة لمصنع إلكترونات غير خطة الصيانة لمصنع تلاجات غير خطة صيانة لمصنع مثلا بين تجستان الستيل أو حديد أو مثل هذه الأشياء طبعا بتتفاوت خطة الصيانة الوقائية من حيث التعقيد بتفاوت حجم المصنع وتعقيده يعني لو إن الآلة في المصنع بسيطة أو عددها أو ليل فلو خطة الصيانة عادة بيكون بسيطة وقليلة إنما لو إن حجم المصنع كبير وكم الآلات اللي فيه كبيرة وكم خطوط الانتاج اللي فيه كتيرة فلالتالي بتبقى خطة معقدة بعض الشيء وطبعا بناء على ذلك بيجب أخذ الحاجات اللي هنقولها دي في الاعتبار عند وضع خطة الصيانة أول حاجة هي التقيد بتعليمات المنتج أي مكان عندي أي آلة أي تجهيزات لازم أشوف أخونا المنتج لهذه الآلة أو المعدة أو اللي احنا بنقول عليها التجهيزات بشوف هو كاتب إيه التعليمات الصيانة الوقائية الخاصة بهذا المنتج يبقى التقيد بتعليمات المنتج المتعلقة بعمل الصيانة والتشغيل تطبيق الصيانة الوقائية بشكل صحيح وبالمقدار للنازل تطبيق الصيانة الوقائية بشكل صحيح بالمقدار اللازم والكافي وعدم المغالط فيها طبعا كل اللي همني هو موضوع الكوست وبالتالي لما أنا أغالي في الصيانة الوقائية فأنا بربع تكلفة الصيانة بدون مبرر زيادة العمر الانتاج أو الافتراضي للمكينة قد لا توازي الزيادة في تكلفة الصيانة زائدة عن الحاجة يبقى في الجزئية دي هو الراجل بيقول لك أخد بالك الكوست هم حاجة وفي نفس الوقت طبعا زيادة العمر الافتراضي للمكينة بتاعتي فلابد أن يكون هناك توازن بين الاثنين يعني أنا ما زودش إجراءات الصيانة الوقائية وزود التكلفة على حساب العمر الافتراضي ماشي وبالتالي أنا زودت التكلفة وبالتالي أنا ما عملتش حاجة لكن الحدف أن الصيانة الوقائية هي بتقلل ليه بتقلل التكلفة وفي نفس الوقت بتزود للايه العمر الافتراضي للآلة أو المعدة أو التجهيزات اللي عندي طبعا النقطة اللي بعد كده عدم الإهمال في الصيانة المعدة يعني مش معنا برضه أن أنا بوفر أن أنا أهمل عملية الصيانة الوقائية لأن التوفير في مصارف الصيانة قد يؤتي إلى عطوال فيها قد تكلف أكتر من قيمة التوفير اللي أنا عملت والناجم على التقليل من أعمال الصيانة الوقائية الحاجة اللي بعد كده من الضروري جدا وضع برامج للصيانة الوقائية وطبعا لازم هذه البرامج تتمتع بالمرونة بحيث أن آآ يتغير هذا البرنامج أو هذا الروتين اللي أنا بعمله في الصيانة الوقائية بتغير صروف عمل وتشغيل المكينة المراد إجراء الصيانة الوقائية عليها ثم آآ 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 آخر حاجة أو الحاجة اشتركوا في القناة